السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة شاف سهيلة اليوم ان شاء الله نحضر لكم بيسكويت مقرمش و مملح بملعقة سكر و غزال بزاف البنات خليكم معي من بداية الفيديو حتى الاخر بشرفوا على جميع المكونات و طريقة تحضير جد بسيطة اعطينا ازياد من اربعة و خمسين حبة بهذا المقادير اللي كتكون قليلة بزاف كما لاحظتوا انتو مهدا والبيسكويت صراحة كنستموهم بوحد زرارع اللي كتكون مفيدة بزاف و كنديروها كاف هاد الوقيته لوليدات و الملاء اصلا كي يعجب الكبار و الصغر و كنشكر بزاف اللي بنات على التعليقات الرائعة كنحمق عليكم بزاف كنتم بناتخليوا لي اوحد تعليق واحد اللايك و نبدأوا بالمقادير و طريقة تحضير على بركتي الله اول حاجة كنحتاج ثلاثة دليل قطع ديال فخمج لكي يكون مربع ولا مثل لكم الاختيار عندي ملعقة سكر يعني و عندي ملعقة صغيرة من الملح و عندي هنا تقريبا واحد ميت جرام ديال زبدة ما يعادلو حثلاثة دليل معلقة كبار ديال زبدة عندي نسكس ديال المون نسكس ديال زيت نتبال الكوس عندي كاس صغير و عندي هنا بيضة و عندي هنا خمارة من فئة ثماني جرام بدأوا بالمقادير و نحتاجوا في قصرية داك الملعقة كبيرة من سكر سنيدة طبيعي للحال عندي هنا يا ملعقة صغيرة من الملح ثلاثة ديال قطع ديال فخمج بالنسبة للبنات ممكن ديروا الفرماج اللي كيكون منكه بالفرماج الحمر او ممكن ديروا واحد تقريبا لعن تكون فرماج الحمر حكو تقريبا لواحد ربعا ديال فخمج زيدوهم على هاد العجينة ديال كيجيرا وعال البنات من بعد كم ضيفتك ثلاثة المعالق كبار ديال زبدة بالنسبة للبدة تكون اصل حيواني ولادي البوطة بحل 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 مش مشكلة سوف ندمرج العنصر كلها سوف ندمرج العنصر كيما قلت لكم كاملة ندروا قصرية ولا بول و اي حاجة فيك ترتاحوا سوف نخلط الفرماج والسكر والملح و كيما لاحظوا سوف نضيف مصقاء زيت نضيف تقريبا من 1-75 قرام زيت سوف نخلط هذا الكل سوف نبقى منوح تحبه تكون نظهر كيسالي سوف نزوه كثيرا و كيف يأتي اخذر ستبعوا معي الطريقة ومقادير بسيطة جدا في متناول الكل ثم نضيف البيض فقط نضيف البيض كاملة فقط نضيف البيض و نحرك الكل إذا كانت لديكم بيضة صغيرة نضيفها كاملة فقط نضيف الماء حتى نضيف الماء نضيف الماء سوف نحاول أن نجمعها بسط نضيف تقريبا واحد معلقة زعتر طحون مبيني دينا و هنا نضيف تقريبا واحد ثلاثة معلقة كبيرة من الخل هذا الخل هو يحيط لنا زفورية دينا البد و هاكا يجيد يعطينا واحد لها شاشة يعني واحد كي يحافظ لنا على الحلوة دينا سوف ينطيف كما قلت لكم ذاك ثلاثة معلقة كبيرة ديال نشا جوني بالعبارة هما لي اصلا لي كان بقاو ثلاثة معلقة بها الطريقة هادي سوف ينضيفوا داك النشاك تشرب لنا داك الماء يعني لا يمكنكم شراء البلس من يشتخافوا عاد باش قوضوا الاضافة ديال الدقيقة سوف ينضيفوا داك الخمارة من فئة 8 جرام و من بعد سوف ينضيفوا الدقيق الخاص بالحلويات سوف ينضيفوا واحد ثلاثة كيسان و نص حتى الاربعة مهم على حسب النوعية ديال الدقيق اللي عندكم في الدر ممكن تضيفوا ثلاثة كيسان ممكن تضيفوا حتى الربعة مهم على حسب الجودة ديال الدقيق ديالكم و دائما نجمع بالاطراف مكن دلكشو مكن اجنش دائما بحل اجينا ديال الدقيق و غير هادي اللي فونتجيلا انا كنخليوا اجينا ديالنا شوية تكون ماشي قصحة بزاف و ماشي مرخوفة عندما تلاحظوا معي القوام دياله كيما قلت لكم البنت تضيفوا من ثلاثة كيسان اونس يعني كتعادلين ثلاثة و خمسين جرام حتى الى ربعمية كرام يعني كلها ديال دقيق كيعدنا مية كرام دائما البنت كنقولها نص كز ديال دقيق كيعدنا خمسين جرام لانوخة كتشوفوا دقيق يعني كيكون خفيف في الميزة سوف نبقى هاكا مستمر و نجمع بهذا الشكل هذا حتى سوف نتحصل كيما قلت لكم على واحد العجينة اللي كتكون مارطباش و مقصحش بزاف طبيعي الحل لانو باقي غادي ندخلها للتلاجة تقريبا و حب نصف ساعة انا سرعتها درتها في الموجة مية ربع ساعة فقط يعني تغييب ردت لي و ختمت بها مزيان انتو كيما لاحظتم كنضيروا الدقيق بشوي 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 تكن تكن جمعوا الكيمياء الخرا عاد باش كنكملوا الى بغينا نزيدوا الدقيق ولا شي حاجة سافي من بعد في الاخر ضفتنا الى واحد الرشيشة و حتى ربع معلقة هكا صغيرة ديال لالبزار بغيت هاد الى حتى هاد الى زي ما هاد الموم اللاحت هاده يجوني شوية حارين مهم اللا بغيتو ما بغيتو شا لحسب الوليدات ما نديروش يعني فقط هاد اختياري سافي من بعد غدي نمسح سطح العمل و غدي نجيب هاد العجين ديالي كيما رحتو هاده قبل ما هاد ندخل الى اللاجه غادي نشكلها على نطويها بحالة غادي ندير مورقات او كيما لحتو بحالة غادي ندير لابات فيوتي انتوما كيما لحتو طريقة سهلة جدا و كيما شكلتو هاد الموى بحنا بغيناها باش طيب نجينا مورقة صافي من بعد حنا هي كيما لحتو غادي نجيب سلوفان و غادي نطويها على الشكل هاده صافي و غادي ندخلها كيما قلت لكم الموجة مدربع ساعة و لما اكتوش حاج تقوم بيادك ساعة كنخليها من نص ساعة حتى الساعة طبيعة الحال صافي مني بردتها بطبيعة الحال غادي نجيب دها و غادي نرشح لسطح العمل شوية يلطقيق و غادي نزرح بهات الشكل هاده كم درقات الجوانب بغيتون انت هاد اله هاد اله يعني بغيتون ديروها بغيتون ديروها بطابع بحالي هكا على شكل مربع ولا حلاء شكل مستطيل ولا شكل دائري ولا قلب ولا اي طابع عندكم ممكن عندكم غيشي كصغور انكم تطبعوا به شكل دائري اي طابعها بحالة المنزل و تطبعوا انهم مستطيل و تطبعوا انهم على شكل طولي بحال اصابع يعني مكن مشكله انتم ممكن انتم تلاحظوا طريقة ساهلة جدا صافي و هاد الزوائي اللي كيبقوا يعني ما كان عجنوه همش فقط غي نجمعوه بيدنا و كان بدون نتلقوا بطبيعة الحال يجب أن نسعه قليلا لكي لا تلسقه للعجيل سوف نضيفه يجب أن نضيفه يمكن أن نضيفه لا يجب أن نضيفه يجب أن نضيفه 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 وعن نضيفه سوف نضيفه 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 ونضيفه بإمكانه حماره جيدا زرائه زجلي اشعل وخلطتهم كامل ودرتهم هنا كانت عندكم غيز زنجلة نديره ولكن عندكم لوز ايفيلي ديروا ما كانت عندكم عندكم فرماش الحمر ديروهم الفق يعني لكم الاختيار شو ما ذاك ساعة كانت تحكموا في ذاكة و هنا صراحة انا ادي زرالة عقلي فاش كان ناخدهم فاني هذا ماشي بس اننا نديروهم فادلموا من لاحظ هادو صراحة منها كنت نفع الوليدات وحتحنا بطبيعة الحال كان ناكلوا شي حاجة لي كتكون صحية بطبيعة الحال وضع كل شيء بطريقة عادية سوف ندخل الفران على نار كي يكون صخور ونقصهم هلا كي يطبيع على خاطر خاطره حتى يتحمر جيدا البنات لماذا كان نطيبه على مهلو باش انا اخذ ليتشيء تلساها دياله هو كي طيب لانه البنات خليجوا على عافية مقتولة بزاف باش كي طيب ليه مقرمش وكيبقى على طول هاتو ما كي ملاحظو هذا هو البيسكويت ديالنا وهذا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى الفيديو لان اعجبكم لا تنسوش العدد من لايكات ومرحبا بكم الناس اللي يدخلو او التحقوا بالقناة كنقول لكم مرحبا بكم وهذا هو الفيديو ديال اليوم شكرا بزافة للمتابعة وإلى اللقاء الى الفيديو الجديد ان شاء الله مع وصفة جديدة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة